تستكيل عيس تلقي نحكي تلقي شوية تلقي شوية تلقي شوية تلقي شوية تلقي شوية تلقي شوية كلام خبط تلقي شوية بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة يا داكاترة هنتكلم شوية على اللايت مايكروسكوب والإلكتروم مايكروسكوب بالتحديد احنا خدنا أنواع المايكروسكوب in general ودول أكتر نوعين هنتكلم عليهم في السلبس بتاعنا مبدئيا كده اللايت مايكروسكوب مور كومنلي يوز بنستعمله كتير سعره أرخص كتير مش بيحتاج تمرين ولا أفورت جامد عشان حد يقدر يستعمله بنجاح على المقابل الإلكتروم مايكروسكوب غالي غالي طبعا غالي كتير قوي وبيحتاج سبيشال ترينج يعني أي حد بيستعمله لازم بياخد كورسات في كيفية الاستعمال علشان يقدر يجيب معاه نتيجة كويزة اللايت مايكروسكوب سيمبل في التكنولوجي بتاعته بيعتمد على مجموعة من العدسات العدسات دي إزاز أو عشان نبقى صح نتكلم صح سيليكون فيه فرق طبعا بين شركات بتعملها بنقاء بدرجة نقاء عالي جدا وعشان كده سعره بيبقى مكلف وفيه أنواع رخيصة بتبقى العدسات بتاعته مش نقية قوي وفيها شوية مشاكل يعني لكن بصفة عامة العدسات بتاعته سيليكون وبيعتمد على مصدر إضاءة يأما إضاءة طبيعية تاعت الشمس وبنجمعها عن طريق مراية وديه الموديلات القديمة يأما الموديلات الجديدة بنستعمل فيها إلكتريك لامب الإلكتروم مايكروسكوب على الناحية التانية بيبقى فيه ما فيهوش مصدر إضاءة نور يعني نشوفه هو بيعتمد على بيم أوب إلكترونز شعاع كده فيه إلكترونز كتير وبنحاول بقى نتحكم فيه مش عن طريق عدسات سيليكون بنتحكم فيه عن طريق إلكتروماجناتك ماجنتز إلكترون ماجنتز يعني مغناطيس كهربائي كده بيحرك الإلكترون بيمز في التجاهات اللي احنا عايزينها بحيث إن في النهاية بيكبر لنا الصورة عدد أكتر طبعا من المرات اللايت مايكروسكوب بيدينا ماجنيفكيشن ماكسمم حوالي 1500 مرة الإلكترون مايكروسكوب ممكن يوصل ل500 ألف مرة وممكن فيه أنواع يعني ممكن تدينا up to 1 مليون طبعا زي ما قلنا قبل كده الريزوليوشن اللي هي درجة الوضوح بتاعة الصورة مختلفة الرينج بتاع اللايت مايكروسكوب بيبقى around point 2 مايكرو میترز لكن بالنسبة للإلكترون مايكروسكوب بيوصل لpoint 2 أو point 1 كمان نانو میتر فبالتالي بيديني درجة نقاء للصورة ووضوح أكتر كتير من اللايت مايكروسكوب اللايت مايكروسكوب بيديني صورة في plane يعني مش مجسمة إنما أحد أنواع الإلكترون مايكروسكوب اللا حنتكلم عليها برضو كده إن شورت بتدينا صورة 3D مجسمة نقدر نشوف فيها outer structure بتاع أي حاجة صغيرة نقدر نعمل لها examination هنا اللايت مايكروسكوب ممكن أستعمله أشوف ب living structure أو non-living structure يعني ممكن living cells مثلا أشوفها ممكن بطريقة معينة لكن الإلكترون مايكروسكوب لإني أولا بعرضه الكيميكال قاسية جدا وبيشتغل في vacuum لكن هنا إحنا ممكن بنشتغل في الأتماسفير عادي فدي يعني يتلخص لنا معظم الفرقات اللي ما بين light microscope والإلكترون مايكروسكوب طيب إحنا هنستعمل الميكروسكوب بتاعنا ده ده example اللي حتلاقوه تحت في المعامل ده light microscope ب one eye piece يعني بنشوفه بعين واحدة فيه أنواع تانية بيبقى فيها two eye pieces كده بنسميها binocular binocular example بتاعنا بعد the eye piece لو نزلنا تحت شوية بنلاقي حاجة كده زي nop وفيها عدسات العدسات دي اهي واحدة قصيرة خالص ولو قدرنا نشوف اللي عليها الكتابة اللي عليها حيبان عليها number four وفي عليها خط أحمر هنا في بعديها واحدة تانية عليها خط أصفر ومكتوب عليها 10x 10x وفي واحدة تالتة عليها خط أزرق ومكتوب عليها 40x وفي سلط هنا فاضي ممكن بيركب فيه عدسة إضافية أربع عدسات دي بنسميها الناسل rotatory piece بنقدر نلفها كده أهي وبنسمع tick أو click كده دي كده معناها إن العدسة دي in line مع ال eye piece اللي بنبص فيها تمام العدسات اللي هنا دي بنسميها objective lenses ليه لأن دي very close to the object to be examined 10x4 يبقى إزاً الحاجة الصورة اللي حصلت على حدثة المجنفكيشن اللي احنا عايزين المجنفكيشن بنحسبه عن طريق إنه نعمل ملتيبليكيشن للباور of the eye piece مع الباور بتاعة الوبجيكتف اللي بنختارها سي مثلاً إنه هختار الوبجيكتف دي الحمرة اللي هي 4x يبقى 10x4 equals 40 يبقى إزاً الحاجة الصورة اللي حشوفها هنا هتبقى متكبرة 40 مرة لو عايزة أكتر من كده هستعمل الصفرة اليالو ودي بتبقى 10x يبقى هنا 10x10 equals 100 يبقى هتبقى متكبرة 100 مرة لو حركت على البلو 1 هيبقى 10x40 هنا في الوبجيكتف يبقى 400x يبقى دا كده قوة التكبير المتاحة عندي ولو حطيت في الرابع دي ممكن أحط واحدة 100 ودي بتديني 1000x يعني متكبر أكتر حوالي ألف مرة يبقى دول العدستين دول فيها عدسات تانية آه فيها عدسة تانية بس العدسة دي مكانها تحت خالص تحت خالص هنا هنا العدسة دي عبارة عن عدسة الزاز آم هنا يعني جوه المساحة اللي هنا دي هي مش باينة قوي بس جوه هنا دي بسميها كندنسر مكسف بتجمع لي الأشعة بتاعت الدوق اللي جاية من تحت اللمبة اللي تحت دي دي اللمبة لو نورناها كده علشان نشوفها يبقى لو بصينا هنا في الاي بيس بنبص ثرو الاي بيس بننزل تحت على الوبجيكتيف لانز وتحت هنا في الكندنسر في الحتة دي بيفتح ويقفل على حسب ما احنا عايزين قوة الإضاءة تبقى موجودة فوق وتحت منه اللامب اللي منورة اللي شايفينها منورة تحت هنا ممكن في عليها زي دايفراج كده بقفل منه أقلل الإضاءة وممكن أعكسه الناحية التانية أزود شدة الإضاءة تمام؟ الجزء بقى اللي هنا ده بنسميه بنسميه stage عامل زي table لونها اسود كده وفيها defect في النص الحتة دي الفاضية عشان تسمح للإضاءة أن هي تطلع من تحت تمام؟ يبقى ده stage الستيج بلاقي عليه الكليب ده وفيه حاجات هنا مربوطة بمصامير ده اسمه mechanical stage ليه؟ mechanical stage لأن ده اللي بحط هنا السلايد وممكن يخليني أتحرك بالسلايد دي إيه اللي بيتحكم فيها؟ مربوطة بمصامير دي الفاضية في عندي زرارين هنا لما بحركهم ده بيحرك قدام وورا يعني من قدام لورا كده زي ما احنا شايفين واللي تحت واللي فوق منه بيحرك أو اللي تحت منه بيحرك from side to side بيحركوا يمين أو شمالي يعني السلايد لما تتحط هنا بقدر أتحركها وأتحكم فيها لغاية ما تجيب الجزء اللي فيه التيشو في الحتة اللي فيها النور دي الاليومينيشن طبعا لو for research purpose هنا فيه تدريج وهنا فيه تدريج تاني علشان لو شفت حتة معينة في الشريحة وعايز أرجع لها هي بالضبط أقدر أقراها وأرجع لها تمام؟ طيب فيه هنا في الجن بنلاقي two knobs واحدة منهم بسميها course adjuster ودي زي ما احنا شايفين بتحرك ال stage مسافات كبيرة أو كده نزل تحت وممكن لو حركت الناحية التانية بيرفع ال stage لفوق بيقربوا لل objective lens على حسب ما شوف الصورة بتبقى واضحة معي لو أنا عايز أحرك حركة بسيطة قوي بستعمل ده ده اسمه الفين adjuster أو بلفه ما بنحسش ان ال stage بيتحرك قدامنا لانه بيتحرك مليمتر أو fractions of مليمتر فبالتالي ده بنسميه fine adjuster تمام؟ فيه حاجة مهمة جدا الجزء ده ده المتال ده ده اسمه ال handle اللي انا او ال arm اللي انا بامسك بيها المايكروسكوب لو فرضنا ان احنا عايزين نشيل المايكروسكوب ونحركه من مكانه لازم بامسك بيد واحدة من هنا من ناحية ال arm ده الطريقة الصحية ان انا اشيل ال arm وايدي التانية بحطها تحت المايكروسكوب بحيث ان المايكروسكوب يفضل في ال horizontal plane كده لو شذته وخليته مايل ممكن قوي ال eye piece ده تقع لانها lose تقع وتتكسر فعشان كده لازم نشيله بالطريقة ده one hand من عند ال arm وال other supporting from down في الجنب ده برضو لو بصينا فيه زرار بيتحكم في شدة الاضاءة اللمبة اللي عندي دي هل يترى بتدي اضاءة عالية ولا ممكن اعملها دم شوية يعني ده دمر بيقلل الاضاءة قوي على حسب اللي انا اقدر اشوف به كويس في الشريح الموديل ده فيه اهو زرار كمان من ورا تحت خالص ده ده زرار ال power ال power بتاعي كده on وعايزة قط في الاضاءة بدوس عليه كده تمام يبقى دي الاجزاء بتاعة اللي هتلاقوه عندكو في المعمل وان شاء الله هنشوف بقى مع بعض هاو تو يوز ديس لايت مايكروسكوب علشان نقدر نعمل الاجزاء وحنجرب الاجزاء الاجزاء و الاجزاء الاجزاء شكرا لكو ارجو تكونوا استفدر بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنكمل اللي بدأناه في الليكتشر بتاعنا على النون ممبريناس أورجانيلس نفتكر مع بعض احنا كنا من الأول خالص مقسمين السل لسايتو بلازم والنيوكليس وتكلمنا في السايتو بلازم على الفلود كومبوننت في السايتو بلازم اللي هو السايتو ثول وبعدين فيه سولد ساسبنتد فيه اللي هي الأورجانيلس والإنكلوجينس الأورجانيلس 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 قسمناهم بعد كده لنوعين على حسب presence or absence of a surrounding membrane قسمناهم لمembranous organelles وnon-membranous organelles المembranous organelles خلصناهم كلهم وعملنا تشيك على نفسنا بالassessment بتاعنا ودلوقتي حنتكلم على non-membranous organelles الribosomes حيبقوا discussed في lecture باستفادة لو نفتكر بقى مع بعض التقسيمة اللي احنا عملناها للnon-membranous organelles قلنا أهم واحد وأول واحد بنتكلم عليه دايما الribosomes بعد كده في structures ثانية very close to the nucleus اللي هما centrioles في derivatives من centrioles دي بتبقى واحدة جزء من cell membrane وبروجيكتنج من cell ودول في منهم structures as celia known as celia و structures as flagella فيه item بقى مهم جدا ويمكن ده اللي مش معروف بالنسبة لكو كتير اللي هو السيتو سكيلتون السكيلتون بتاع الخلية اللي بيدعمها وبيديها الشكل بتاعها in addition to certain functions حنتكلم عليها بالتفصيل السيتو سكيلتون ده الـ elements المهمة اللي فيه الاكتين filaments والـ intermediate filaments وفيه structures اسمها microtubules الribosomes دي مكانها في المحضرة ودلوقتي حنتكلم in details على الـ centrioles الـ centrioles دول عبارة عن two cylindrical bodies الـ two cylindrical bodies دول بيبقوا perpendicular over each other يعني ايه؟ يعني عموديين على بعض زي ما احنا شايفين كده في الـ diagram الـ diagram بتاعنا اهو فيه cylinder منهم ماشية في هذا الاتجاه وفيه cylinder تانية ماشية في اتجاه عمودي عليه فيه زاوية 90 درجة ما بينهم الـ structure اللي هو الـ centrioles ده بيبقى زي ما قلنا very close to the nucleus بتاعت اي خلية قابلة للانقسام او تقدر تعمل cell division يبقى الـ centrioles دول two cylinders موجودين جنب الـ nucleus طيب الـ centrioles دول عبارة عن حاجة مسمطة ولا فيها cavity في النص هي actually فيها cavity الـ wall of this cavity is formed of 27 microtubules الميكرو تيوبيولز دي يعني ايه؟ مايكرو زي ما تعودنا نحاول نشوف اي ترم ونشوف الـ components بتاعته مايكرو يعني very small وتيوبيولز يعني تيوب صغيرة او انابيب صغيرة طيب الـ 27 microtubules دول يا ترى دول موجودين كده بترتيب عشوائي يعني؟ ولا لهم ترتيب محدد؟ لو خدنا بلنا من الصورة هنلاقي ان الميكرو تيوبيولز مترتبين مع بعض in threes يعني كل تلاتة عاملين بندل مع بعض ادي بندل وادي بندل وادي بندل لو قسمنا الـ 27 microtubules في ثلاتات هيبقى عندنا 9 بندل يبقى الـ wall of the centriole is formed of 27 microtubules arranged in 9 triplets هي بتتقال كده على بعضها طيب هل يترى دول بنلاقيهم موجودين على طول؟ هما بيبقوا موجودين طالما ان الـ cell دي عندها قدرة على الـ cell division طيب موجودين بنفس الشكل بتاعهم؟ ها بيبقوا موجودين بنفس شكلهم علشان كده بنسميهم stable microtubules يعني موجودين طول الوقت مش بيتفككوا ويرجعوا يتركبوا تاني لا هما موجودين على طول طالما ان ده feature من الـ features of the cell طيب يا ترى ايه اللي مسكهم في بعض الميكرو تيوبيولز دي فيه يعني cement like substance كده عبارة عن proteins soft زي matrix بتمسكهم مع بعض وبتخليهم سبتين تعمل لهم support ويفضلوا بنفس الشكل ده موجودين طيب ايه بقى الفانكشن بتاعت السنتريول السنتريولز بتبقى مهمة جدا فيه أثناء الـ cell division الميتوزز أو الميوزز السنتريولز دي لما السيل بتبتدي تخش فيه أول مرحلة من الـ division اللي هي اللي هي الـ Pro phase لما بتبقى في الـ Pro phase السنتريولز دول بيبقى فيه حركة واضحة بيبتدي كل سنتريول يبعد عن التاني وـ they migrate to the opposite poles of the cell واحدة بتروح يمين واحدة بتروح الشمال علشان in between these two سنتريولز هيتكون مايكرو تيوبيولز جديدة بنسميها الميتوتيك سبيندل سبيندل يعني المغزل بيبقى فيه مايكرو تيوبيولز كتيرة بتتكون ما بين الـ two سنتريولز علشان تبقى ديه تولز نقدر نتحكم في الكروموسومز بيها زي ما هنشوف بعد كده أثناء الـ cell division يبقى لها دور مهم جدا في حكاية الـ cell division دي وعدم وجود الـ centريولز مايخليش الـ cell دي تقدر تعمل division الحاجة التانية ان الـ centريولز دي ممكن تكون لنا structures تانية عن طريق ان هي بيحصل لها prolongation بتتول شوية المايكرو تيوبيولز دي وتبتدي تعمل pushing لجزء من الـ cell membrane ويطلع برا حدود الـ cell كـ projection ودي عندنا نوع مهم جدا في الـ human اللي هو السيليا والفلاجيلة عندنا اكزامبل واحد فقط للفلاجيلة الفلاجيلات الـ cells دي موجودة في الـ sperm بس عند الميلز انما السيليا السيليا دي this is a very important feature بنلاقيه في أماكن كتير زي الـ respiratory passages والـ genital passages بنلاقيهم في cells كتيرة مش بتحرك السل نفسها زي الـ primitive organisms أو الـ prokaryotes لا هي بتحرك fluid قدام الـ cell دي وبتخليه يتحرك في اتجاه معين لمصلحة المكان اللي هو فيه طبعا تمام؟ يبقى السنتريولز ممكن يكونولي السيليا والفلاجيلة طيب لو مسكنا ميكرو تيوبيول على مستوى molecular يعني احنا بقى مش عايزين نشوف شكلها بس كده ان هي يعني very thin tubule هنخش جوه ونعرف الميكرو تيوبيول بتاعها هي اولا متكونة من protein units protein units دي البروتين ده اسمه tubulin هو اللي عامل الميكرو تيوبيولز جميل طيب فين بنلاقيها او فين بتتكون الميكرو تيوبيولز دي بتتكون من مكان اسمه microtubular organizing center او centers بيبقى فيه خلايا بتحتاج centers اماكن كتيرة طيب ده بنختصره بناخد الـ initials بتاع كل term من دول بنسميه mtoc طيب ايه الـ units اللي ببني منها الميكرو تيوبيول البروتين اللي احنا بنقول عليه هنا في الـ diagram ده لو احنا شايفين في عندي وحدات متكونة من اثنين molecules لازقين في بعض فيه unit منهم باللون الاخضر وفيه unit تانية باللون purple او red دول نوعين مختلفين نوع alpha tubulin ونوع اسمه beta tubulin alpha tubulin هنا الاخضر والبيتا هو الاحمر طيب بيعمل لنا وحدة بنسميها dimers dimers يعني ايه؟ يعني two داي يعني two يعني الوحدة او البلوك بتاعنا او الطوبة اللي بنبني منها المايكرو تيوبيولز هي عبارة عن دايمر والدايمر ده يعني متكون من جزئين الجزئين مش زي بعض هم بروتين وتيوبيولين بس فيه فرقات كيميكال ما بينهم ففيه نوع اسمه alpha tubulin و beta tubulin بما ان الوحدة هنا مشكلة يعني الاتنين مش زي بعض فبسميها hetero dimer او hetero dimer تمام؟ يبقى الوحدة دي الاتنينات دي بيترسوا زي ما شايفين هنا في الريكتانجل ده بيترسوا فوق بعض a di dimer و a di dimer و a di dimer و a di dimer وهكذا طيب طول ال dimer ده المفروض يوصل لقد ايه؟ ده مختلف فيه حاجات بتحتاج اطوال اكتر من غيرها فملوش طول ثابت لكن الميكرو تيوبيول الديامتر بتاعها بيتكون من عدد ثابت من الوحدة اللي احنا شايفينها قدامنا دي الوحدة دي بسميها proto filament proto filament اللي هي ال dimers اللي فوق بعضها دي اللي جوه الريكتانجل الابيض يبقى البروتو فيلمنت ده واحدة بتتكرر في الوول بتاع الميكرو تيوبيول بتتكرر كم مرة؟ 13 times 13 وبالتالي يبقى كل مايكرو تيوبيول متكونة من 13 proto filament وده بيخلي الديامتر بتاعها ثابت الديامتر اللي هو القطر بتاعها بيبقى حوالي 24 نانو ميتر يبقى ده حاجة ثابتة فيهم كلهم ليه لان هما بيكونوا من 13 proto filament البروتو فيلمنت يا ترى طوله بقى ثابت برضو؟ لا ده على حسب السل وعلى حسب المكان اللي هي موجودة فيه تمام؟ طيب ده بيديها ايه بقى يا ترى؟ هل بيديها صلابة بحيث انها تبقى ريجد وممكن يعني تعمل مشكلة لو حصل عليها تتكسر او يحصل لها damage ولا هي very soft unstable لا هي الحقيقة بتبقى يعني فيها شيء من المرونة هل وارد مثلا ان الديامرز دي بدل ما هي ماشية كده في خط مستقيم يحصل لها branching يعني يركب دايمر كده ودايمر كده ويبتدي يبقى ال structure بتاعها في branching لأ ده مش وارد خالص المايكرو تيوبيولز بتبقى بنفس الشكل كده cylinder non branching تمام بتبقى مرصوصة ال protofilaments دي parallel لل long axis بتاع المايكرو تيوبيول اللي احنا عايزين نكونها يعني المايكرو تيوبيول ماشية كده دا المحور الطولي بتاعها يبقى حنرص ال protofilaments في ال wool بتاعها بالطريقة دي لو long axis ماشي بالعرض يبقى حنرصهم كده حوالين long axis طيب فيه هنا معلومة تهمنا of medical importance المعلومة دي ان اي سل عشان يحصل لها division لازم يتكون microtubules كتير وتعمل mitotic spindle زي ما قلنا عن طريق تكوين new microtubules ال new microtubules دي بتحاول ان هي تمسك الكروموسوم عشان تعمل proper cell division وguided هي اللي بتحرك الكروموسوم في اتجاه معين وتقدر تعمل خطوة separation يبقى اذا اي سل عشان يحصل لها cell division محتاجة ان يكون عندها microtubules كتيرة في وقت معين في cell cycle او في دورة حياة الخلية دي وهي بتنقسم طيب لو احنا عايزين نعمل interference مع cell division ده بمعنى عايزين نوقف cell division ده او نؤخره على قدر المستطاع هل يا ترى نقدر ندخل طب وده ممكن نحتاجه امتى ممكن نحتاجه لما ال cell دي تكون cell division بتاعها الانقسامات دي غير مرغوب فيها زي ايه زي في حالات الماليجنان cells الكنسر ممكن علشان نأجل شوية او نقلل سرعة زيادة عدد cells cancer cells ممكن ان احنا نحاول نخلي المايكرو tubules بتاعة spindle ما تتكونش او نقللها خالص على قدر المستطاع طب ده نقدر نعمله بايه؟ بنقدر نعمله بميديكيشن احد انواع الادوية اسمه الكولشيسين الكولشيسين ده في الاساس كان دوا بيتاخد علشان علاج الجوت اللي هو مرض النقرس اللي فيه يوريك اسد كتير في البلد و لقينا ان ليه سيتوتوكسيك افكت يعني بيأثر على الخلايا عن طريق ان هو بيمنع تكوين المايكروتيوبيولز دي تمام؟ يبقى المايكروتيوبيولز مش هتتكون فبالتالي السيل الكروموسومز مستعدة اهيه علشان تعمل سيل ديفيجن لكن مفيش حاجة هتمسكها وتحركها فبالتالي السيل ديفيجن هيبقى الريستيد الريستيد يعني ستوبت فبالتالي لو مليجنا نسيل ومش مرغوب ان هي تنقسم براحتها كده ممكن احنا نحاول نعطلها عن طريق الكولشيسين ده وفعلا الكولشيسين من الأدوية اللي بتخش فيه البروتوكولز المختلفة بتاعة الكيموثيرابي أوف كانسر بيشن طيب السايتو سكيلتون زي ما قلنا السايتو سكيلتون ده مجموعة من مختلفة هي اللي بتدعم الخلية وبتدعم الشكل بتاعها وبتخليها مفروضة علشان يحصل فيها براحتها وفي نفس الوقت بتسهل حركة الموليكولز بتعمل زي سقلات كده لو بصينا على الدياجرام اللي احنا شايفينه هنا ادي ده الازرق ده ريبريزنتس السيل ممبرين ودي دي ميتو كوندريا وإندو بلازم كريتيكولم وادي ميتو كوندريا تانية وادي السيل ممبرين من الناحية التانية طب ايه اللي مش بيخلي السيل ممبرين ده ينطبق كده على السيل ممبرين اللي في الناحية دي هو ده بقى السايتو سكليتون عبارة عن ايه السايتو سكليتون؟ عبارة عن المايكرو تيوبيولز اللي احنا لسه مكلمين عليها اهي فاكرين البروتو فيلمنتس ومعمولة من الديميرز التيوبيولين دايميرز دي باللون الاخضر زي ما احنا شايفين مايكرو تيوبيولز فيها تجويف من النص ومشية بتبقى بترتيب معين او ساعات بترتيب شوية مش منتظم جوه الاريا الفاضية اللي في السايتو بلازم لو بصينا بقى في مجموعة من الخيوط الخيوط دي في منها حاجات معمولة باللون الاصفر ده وفي مجموعة بالاخضر الاخضر ده ريبريزنتس الاكتين فيلمنتس دي خيوط متكونة برضو من انواع من البروتينز ورفيعة الديامتر بتاعها بيبقى رفية فدي بنسميها ثن فيلمنتس وهي اشهرها الاكتين ده اللي نقصده بيها فيه فيلمنتس تانية اللي هي المسفرة شوية دي دي اسمها انترميديات فيلمنتس الانترميديات فيلمنتس طبعا الموليكولر ستركتشر بتاعتهم مختلفة لكن الديامتر برضو بتاعهم بيبقى اكبر شوية يعني ممكن توصل مثلا لاثناشر مايكرون ولا حاجة او اكتر من كده شوية على حسب نوع فيها انواع كتير جدا اشهرها الكيراتين يبقى فيه ثن فيلمنتس اللي هي الاكتين وفيه انترميديات فيلمنتس اللي هي زي الكيراتين مع المايكروتيوبيولز يبقى دول كلهم زي ما احنا شايفين منتشرين في السايتو بلاس وهم دول اللي بيخلوا السيل كده مفروضة وبيديها الشكل بتاعها وطبعا بيمسكوا في بعض وممكن بيمسكوا كمان في السيل ممبرين من الانر اسبكت زي هنا مباين كده يبقى دول السايتو سكيلتون كلهم على بعض بنقول عليهم سايتو سكيلتون طيب السايتو سكيلتون ده موجود جواه السايتو بلاسما قولنا وبيدي الشكل بتاع السيل بس فيه اوقات بيحصل له بروجيكشن بيطلع من بيزوء السيل ممبرين قدامه شوية وبيبتدي يطلع لبرا وبيديني ستركترز اللي قولنا عليهم اللي هما السيليا والفلاجيلا يبقى المايكروتيوبيولز شيرز ان دا فورميشن اوف استيبل وان اللي هما السنتريولز والسيليا والفلاجيلا دي موجودة في بعض السيلز ومش موجودة في التانية الصورة دي بتورينا المايكروتيوبيولز اللي موجودة في السبيرن هذا هو الهد من السبيرن وده بودي من السبيرن وده التيل بتاعه ده بري كاركتريستيك الجزء ده بنسميه فلاجيلا فلاجيلا اوف ده سبيرن التيل ده لو شوفنا هنا فيه connections ادي السل ده السيطوبلازم بتاعها وده فيه finger-like projections طلع من السل ممبرين ايه اللي امطلعها ايه اللي بيزقها كده دي group of microtubules ال group of microtubules دي ال base بتاعها او la basal part بتاعها موجود في السيطوبلازم وفيه جزء منها بيطلع بروجيكتينج تو دا اوتسايد طبعا الصورة دي متاخدة ب الالكترون مايكروسكوب يعني السيليا دي are very tiny وvery small cannot be resolved by the light مايكروسكوب properly مقدرش اشوفها لكن لو بصينا في الصورة اللي فوق دي بما انها صورة كده ملونة اللون البينك اللي احنا شايفينه دا دا يعني cells ما تهمناش دلوقتي ايه هي cells دي لكن يهمنا نشوف الجزء اللي فوق خالص دا اللي متشاور عليه اللي هو السيليا السيليا موجودة في الابر بوردر بتاع السيلز دي وده اللي بيبان بالليت مايكروسكوب ما بشوفش اكتر من كده فطبعا الستركتشر بتاعها او الالترا بتاعها هي متكونة من ايه مش باين خالص لكن لما خدنا السكشن بتاعنا لونج تيودينال سكشن في السيليا بان الستركتشر بتاعها الخطوط الغمقه دي ريبرزنتز المايكروتيوبيولز اللي مشيه هنا باراليل للونج أكسس السيليا السيليا فيه روتس كده بس هنا يعني شوية بينه هنا بس هنشوف حاجات تانية اوضح منها يا ترى ايه الستركتشر بتاعها نشوف كده في الدياجرام ده هيبقى اوضح مكبرين السيليا دي هنا فيه سل على بعضها دي مش يعني مش هومن سل طالع منها سيليا كتير بس هي نفس الستركتشر في الهومن ده البيزل بارت او البيزل بودي او ده السيليام وده السل ممبرين اهو البربل ده والمايكروتيوبيولز بيحصل لهم بيطولوا يفضلوا يطولوا يطولوا وياخدوا معهم السل ممبرين ويطلعوا يطولوا لغاية ما يدوني اللنث بتاع السيليام يبقى الجزء البروجيكتنج ده اللي بسميه الاكسونيم او الشافت الجزء اللي موجود جوه السل نفسها في السيتو بلاس اسمه البيزل بودي طيب نتخيل كده ان احنا بناخد سيكشن في البيزل بودي عشان نعرف هو متركب من ايه لو شفناه هنبص نلاقيه بالطريقة دي المايكروتيوبيولز اللي موجودة فيه مرصوصة in the form of triplets لو عدناهم هنلاقيهم تسعة ده دياجرام اهو برضو بيبينهم يبقى في البيزل بودي بيبقى فيه عندي 9 triplets يعني بالزبط زي اللي موجودين في السنتريول طيب ما بقى يعني 9 triplets دول هما بيطولوا كده ويطلعوا لفوق لا مش كلهم بيطولوا هو اكتشوالي اللي بيطول من كل triplet من دول بيطول اتنين بس يعني التلاتة دول اتنين بيطولوا كده ويعملوا بوشنج للسل ممبرين وياخدوه ويطلعوا طيب التالت بقى راح فين المايكروتيوبيول التالت اكيد يعني ما اختفاش من هنا هو حصل له بس التحت ودانا الروتس روتلتس كده رفيعة علشان ما انا حبني عليه حاجة طويلة فلازم اسبتها كويس في السيتو بلاس من تحت يبقى 2 مايكروتيوبيول حيتوالوا لفوق ويدوني دبلت مش تريبلت لو خدنا سيكشن هنا حيبان فيه كل بندل من دول كل التسعة بندل دول موجودين بس متكونة من 2 مايكروتيوبيول مش من 3 مايكروتيوبيول زي الموجودين في البيزة البادي ودول بسميهم دبلتس غير التريبلتس اللي موجودين هنا داي يعني 2 تراي يعني 3 فدول دبلتس 9 دبلتس وهنا فيه 9 تريبلتس زي بالزبط بتاع السنتريول الدياجرام برضو موضح لنا ادي 9 تريبلتس و ادي على البريفري هنا 9 دبلتس مش كده وبس لو ناخد بالنا فيه في السنتر هنا 2 مايكروتيوبيول دول جم منين اذا كان عندي يعني على البريفري ادي 9 بندلس بتوعي الاتنين دول بنسميهم central مايكروتيوبيول دول يا ترى اصلهم جاي برضو من البندلس لا الحقيقة دول بيبقوا نيولي فورمت بيكونوا جودت و بيبقوا في النص عشان يعملوا سببورت دول اهو موجودين هنا في الاكسونيم ادي الاتنين و ادي البريفري دبلتس 9 بريفري دبلتس لو ناخد بالنا فيه موليكيولز كده مرسومة هنا دي عبارة عن بروتينز فيه بروتينز بنسميها لينكينج بروتينز يعني بيربطوا الدبلتس مع بعضيهم فيه هنا بروتين مهم موجود ما بين البندلز دي الدبلتس و بيمسك مايكرو تيوبيول مثلا بيمسك مثلا دي مع اللي جنبه وهكذا و ده يمسك مع اللي جنبه و ده مع اللي جنبه علشان في النهاية السيليام ده يقدر يعمل بيتنج او يتحرك يقوم يعمل كارنت او طيار قدام السل يحرك الفلويدز اللي قدامه تمام؟ يبقى this is the structure of the cillium ده diagram و ده diagram و ده actual electromicrograph هنا بردو this is the sperm علشان الفلاجيلم الفلاجيلم actually بيكون من نفس structure زي و زي السيليام بالزبط يبقى ده longitudinal section فيه كده في the tail of the sperm و لو خدنا فيه cross section هيبان بردو هنا nine peripheral doublets اتنيناتهم و فيه two central جوداد اضافه جوداد يبقى ده المايكرو tubules والتركيب بتاعها في السيليام والفلاجيلم وهو متشابه جدا تمام؟ طيب فيه هنا عندنا clinical application مهمة clinical application ده خاصة خاصة بطبيعة السيليا دي لو السيليا دي ده the cilia are well formed normally و فيه معاهم البروتين اللي كلمنا عليه اللي بيعمل لهم linking لبعض ديهم ده بيبقى مسؤول عن الحركة البروتين ده اسمه dynein لو dynein ده موجود ومتكون بطريقة طبيعية هيخلي السيليا دي متايل تتحرك لكن لو dynein ده مش متكون بطريقة طبيعية أو فيه مشكلة في تكوينه الجين بتاعه مثلا فيه مشكلة فتكون بطريقة غير طبيعية طبعا ده هيعمل مشكلة ممكن مايبقاش موجود أصلا أو موجود بكميات صغيرة جدا أو بطريقة مش مظبوطة تركيبه مش مظبوط يبقى ده هيأثر على السيليا اللي في الجسم كلها هيأثر عليها ازاي ان هي مش هتتحرك حركة مظبوطة طيب مش هتتحرك حركة مظبوطة حينتج عنها أمرات شكلها ايه حينتج عنها أمرات ان السيليا مش قادرة تحرك الحاجة اللي قدامها حنشوفها مثلا في صورة ايه حنشوفها والكلام ده يهمنا علشان الكيس سيناريوز لازم ناخد بالنا منه ممكن يجلنا MCQs بتتكلم عن الموضوع ده يبقى الدينين ده ممكن الذفل يعني في الممرات التنفسية لو السيليا ده المفروض طبيعي بتتحرك عشان تعمل بوشنج للميوكس المخاط من تحت لفوق عشان ما ينزلش على اللونج الفيولاي ويعملها بلوكتش او يبقى فيه انفكشن بسهولة فبالتالي السيليا بتعمل ريجولر بوشنج ميوكس عشان يطلع ونقدر نتخلص منه لو السيليا دي مكادش بتقدر عن الحركة دي هيكون النتيجة ايه ان الميوكس هيفضل موجود وبالجرافتي لان احنا معظم الوقت كده وقفين هيبنزل لتحت ده هيعمل بلوكتش شوية بالتالي مش هنقدر نتخلص منه بسهولة وحيبقى حصله في الجزء اللower part من الريسبيراتوري تراكت و this is very suitable for bacteria to live upon ومادة اورجانيك موجودة ليه لا بتعيش عليها فبتعمل انفكشن والانفكشن ده بيبقى كرونيك كرونيك يعني ايه يعني مزمن بيقعد فيه فترات طويلة جدا مطول بالسنين فطبعا ده بيعمل دامج لللونج تيشو طيب ده بالنسبة الريسبيراتوري تراكت بيعمل كرونيك انفكشن طيب بيأثر على حاجة تانية مهمة احنا لسه قيلين ان هو موجود المايكروتيوبيولز دي موجودة في التيل اوف دا سبيرم التيل اوف دا سبيرم ده بيبقى مسؤول عن السويمينج السبيرم بيبقى ديبوزيتد في الفاجينا اوف دا فيميل ودي هاف تسويم افاري لونج ديستانس ثرو الفيميل جينيتل تراكت لغاية ما توصل للفالوبيان تيوب في مكان معين فيها بيحصل عملية الفيرتلايزيشن طيب لو السبيرم دا الدينين اللي مسؤول عن الحركة بتاعته مش متكون مظبوط فيه مشكلة في تكوينه او مش موجود يبقى ازا اكيد السبيرم دا مش هيقدر يتحرك حركة طبيعية وبالتالي مش هيقدر على سباحة المسافة الطويلة دي لغاية ما يوصل للأوفم فعشان كده السبيرم مش هيوصل للمكان الطبيع اللي يقدر يعمل فيه فيرتلايزيشن وبالتالي ممكن يجيلي الميل دا اللي عنده المشكلة في الدينين يشتكي من ريبرودكتف بروبلم يجي يشتكي ان ممكن يكون مثلا he is married for a long period and there is no pregnancy فبالطريقة دي السبيرمز بتاعته لو شفناها وعملنا تحليل السيمن هنلاقي ان السبيرمز دي الموتيلتي بتاعتها فيها مشكلة ما بتتحركش وده اللي بيعمل لي الانفرتلتي في الميل بالنسبة للفيميلز ما فيش فيها حاجة سبيسيفيك يعني نقدر نشوفها ده اوضح مثال يبقى لو في البوث سيكسز ممكن يعمل chronic respiratory tract infection ولو في الميلز ممكن يعمل reproductive problem عشان حركة السبيرمز بتبقى متأثرة فيش ويت فانشنز للسايتو سكيليتون ان جنرال بقى يهمنا ان احنا برضو نبقى عارفينها غير ان هي بتعمل شكل الخلية هو برضو ممكن الخلية تستفيد من وجود المايكرو تيوبيولز ما كان معزول عن السايتو بلاس ممكن قوي ان هي تبعت من جواه يحصل ترانسفير لسام موليكيولز انسايد اليومن بتاع المايكرو تيوبيولز بعض السايلز بتحتاج ان يحصل فيها contraction او انقباط شوية او تتحرك الحركة بتاع السايلز دي الاكزامبل بتاعها زي الوايد بلاد سايلز فيه انواع من الوايد بلاد سايلز بتتحرك بتبقى ناشيطة شوية زي النيوتروفيلز مثلاً فبتحتاج تتحرك من مكان لمكان ممكن تسيب البلاد والتروح لتيشوز فبالتالي بتحتاج تعمل زي سودو بوديا عارفين زي كده الاميبة ما بتتحرك بالاقدام الكاذبة هي بتبقى نفس الحكاية فاللي بيخلي يحصل لها حركة كده او سودو بوديا فورميشن بيحصل لها بوشنج في اتجاه معين وبتكون السودو بوديا دي فعشان كده بتساعد على التكوين على الحركة بتاعتها لو بصينا هنا هنلاقي عندنا الفنكشن الاولانية زي العضلات وزي في الموبايل سلز زي الويت بلاد سلز وبعدين زي ما قلنا بتعمل السبيندل بتاع السل ديفيجن ده اللي يعني يهمنا نعرفه النهاردة دي صورة الصورة دي طبعا بما انها ابيض ويسود this is an electron microscope يعني متاخدة بالالكترون مايكروسكوب اللي احنا شايفينه فيها ده اللي نقدر نميزه في خطوط رفيعة كده كتير باندلز ماشية في باندلز كده دي مايكرو فيلمنتس group of مايكرو فيلمنتس رفيعة وماشية ما فيهاش اليومن ولا حاجة انما المايكرو تيوبيول اهي بتبقى فيها اليومن من جوه واضح ان بيبقى فيها اليومن من جوه طبعا عشان اشوف اليومن بوضوح محتاجة يمكن تكبير اعلى من كده لكن زي ما احنا شايفين انتس نان كونكلوسيف هاو ده اقول هو ده يا ترى ده مسلا ده اكتين فيلمنت ولا ايه فعلشان اتأكد من طبيعته بنستعمل ستين الستين ده بتبقى فلوريسنس لو ناخد بالنا الباكجراوند بتاعت الصورة ده اسود ضلمة خالص والستركترز اللي متشافة دي بفوسفوريك كالر عاملة نتورك النتورك دي ريبريزنتس المايكرو تيوبيولز اللي في السل ايه عرفني ان دي مايكرو تيوبيولز ما انا مش شايفة اللي من جواها ولا حاجة هل ممكن تكون مايكرو فيلمنتس مثلا؟ لا هي دي طريقة من الطرق اللي بنستعملها في السبغة اللي هي الاميونوهيستو كيمستري ببقى انا محضرة من برا المادة اللي ماسك فيها سبغة منورة كده فلوريسنت زي ما احنا شايفين لها بريق او لها يعني بتلمع شوية كده ببقى عارفة المادة اللي ماسكة فيها السبغة دي فهي هتمسك بس هتبقى متصنعة ضد التيوبيولين فقط هتروح او تيوبيولين بس وتسبغوا بالمنظر اللي احنا شايفينه دا دي بس عشان يورينا نيوكليس اللي واخد اللون الاحمر دا ولو نبص كده المايكرو تيوبيولز عاملة شبكة كبيرة في السايتو بلازن علشان تبقى اااا افيدنت نقدر نشوفها كويس دي نوع زي ما قولنا اسمه اميونوهيستو كيمستري كده نبقى خلصنا جزء كبير من ال non-membranus organelles وأرجو نهاية تكون بقت واضحة بالنسبة لكم دلوقتي ما ننساش السايتو سكيلتون يعني توراب أب اللي احنا كلمنا عليه النهاردة المايكرو تيوبيولز المايكرو فيلمنتز الانترميديات فيلمنتز دي كلها ريبريزنتينج السايتو سكيلتون وعرفنا أهميته في المنتننس of the shape of the cell وفي حالة السل ديفيجن وعرفنا شوية موديفكيشن من وجود المايكرو تيوبيولز بالزات in the form of cilia وفلاجيلا وvery important for the respiratory tract وfor the motility of the sperm شفنا كل الحاجات دي related للسنتريولز السنتريولز permanent structure موجود وليه very critical role in cell division هو اللي بيجايد cell division عن طريق تكوين السبيندل وبيتحكم في حركة الكروموسومس كده يبقى غطينا non-membranous organelles وsee you ان شاء الله in another lecture thank you اشتركوا في القناة